صادرت السلطات المختصة شحنة من الأدوية غير القانونية على الطريق بين كويسنجاق وأربيل وجاء في بيان لمديرية السيطرة النوعية للأدوية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الأقليم أنه تمت السيطرة في نقطة ديكلا على شحنة من الأدوية والبروتين غير القانوني وغير المرخص محملة في شاحنة اعتيادية لافتا إلى أن العملية تمت قبل دخول الشحنة إلى أربيل اشتركوا في القناة